السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا مرة أخرى وياكم لمواضيع السي بلاس 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 بعدنا مع موضوع الهيدر غاردز هون احنا شفنا في الـ الـ definition اوكي الـ if not define و define والـ and define احنا تكلمنا موضوعنا كان عن الهيدر غاردز الحالو والشي جميل انه كيف انه انت تعمل fix تزبط وتصلح الميكانيزم اللي احنا بنسميها الـ header guards كذلك انه ممكن انت بتسميها اسم آخر اللي هي الـ include guard اوكي هيدا الحالة اللي احنا بنعملها انه نعمل كل الفريقونسي اوه كل الفانكشن هيدا موضوع الاتصالات فريقونسي تعمل كل الفانكشن نفس الفانكشن مرتين في نفس الـ application فيك انه تسميها بالـ header guards او بتسميها بالـ include guard header guards هي الـ conditional compilation directives بنشوف انه كيف في حالة انه ما كان بتعرف الماث بيعرف لك الماث يعني فيها شرطية هيدا الـ header اللي حتكون include اول شي بيعملها يعمل check اوكي بيعمل check اوكي بيعمل check اذا كان هيدا الـ header متوفر math اذا كان فيها defined متعرفة ما عندك مشكل اوه اوه اوكي بيك كانت اصلا معرفة هي في الـ t++ في الـ application نفسها في الأوال بيك حالة بيك حالة بالأول مرة هيعمل include للـ header ما عندك مشكل إذا طبعاً في البداية أنت ما تكون عندك الفنكشن معرفة صح هون أنت ما عندك الفنكشن معرفة في البداية هي الماث حتقوم بتعريف هيدا الشي ما عندك مشكل فأول مرة حيعمل لك إنكلودس لكل محتويات اللي موجودة في الهيدر بعد هيك بيشوف أنه أنت لما بتجي تعرف مرة أخرى في جيو بيلاحظ هون عدة definition مرة أخرى للجيومتري بيلاحظ هون أنت قمت بتعريفها بيك حالة الهيدر حيهمل يعني هون أنت عندك الابلكيشن بهك حالة حيهمل الجيومتري.ه ليه؟ لأنه بيشوف أنه هو أورادي ديفاين لأنه أنت هون في الكمبيل شو اللي بيعمل إليك؟ هون أنت عندك if not define هلا هون if not define بيقلك خلاص أنا لازم أعرف المحتويات الجيومتري في داخلها الجيومتري معرفة بس لحظة قبل أعرف الجيومتري خلونا نشوف محتويات المين لما بيعمل check بيلاحظ أنه الماث قام بتوفير هيدا الفنكشن فيها فلما بجيومتري بيرجع وبيشوف محتوياتها بيشوف محتويات أنه فيها math.edge بيرجع للماث.edge بيلاحظ أنه فيه فنكشن اللي هو نفسه ذات نفسه موجود هون فبيقلك خلاص أنا not required أنا حتى لو include بس not required ما مني أنه أكون موجود في داخل هيدا الفنكشن فبيق حالة احنا بنسميها بالheader guards إنه بيحمل header فكل الheader files مفروض من عندها أنه تحتوي على الheader guards مشان هيك إنه أنت بتلاحظ بس بالإيكليبس دائما بيحطت داخل الif not defined defined and if كتير مهمة في كتير مبرمجين بيهملوا هيدا الشي بس هي كتير مهمة لأنه ما رح يحجز شيء في الميموري ما رح يحجز شيء في الprocess بيك حالة حتقلل من اللود الحمل على الكمبيوتر اوكي which is كتير من من مبرمجين يقولك اوكي رحل عندي computer 8 جيجا 8 جيجا 12 جيجا عندي process score i7 which is very high لكن انت فكر في الحاسبات الأخرى اللي أقل من عندك انت كمطور بتحاول انه تعمل أجهزتك متوفرة لكل ليس لكل وإنما أكثر قدر عدد ممكن انه من الناس انه تستخدم الapplication which is good لكن اليوم لما بترجع تعمل شيء high فأكيد حت تلاقي لأنه انت لما بتعمل الapplication حت تعطيه للناس لما بيشوف عندها بطء أو انت الانسان ما حيشغل فقط الapplication اللي عندك أكيد حيشغل مثلا google chrome حيشغل هل أنا عندي الإيكليبس مفتوح عندي هيدا التسجيل الapplication مشتغل عندي فأكيد هيدا هذول الapplication بتاخذ size فأكيد انت لازم تراعي هيدا الشيء أيضا كيف تستخدم التكنيكس اللي بتعمل تطبيقك سريع جدا وأفضل فمشان هيك انت لازم تستخدم الheader guards لألك مفيد جدا وحتى بالstandard library بيكون في داخلها لو رجعت للسي بلس بلس وراحت نبشت على الheaders بتلاحظ انه فيها الheader guards أوكي في مثلا في ال io stream أوكي هالا اليوم لما بترجع تفتح مكاتب ال io stream بتلاحظ انه اول شي فيها موجود شو فيها الheader guards أوكي ف that's it انه شو اللي احنا نعملها بعد هيك شي anything else يلا اسألوا اسألوا أوكي فبهيك حالة احنا بنعرف انه في المains في المains cpp اللي هو اللي احنا موجود عدنا الincludes للماث هذا اللي بتعمله preprocessor حيشوف انه هل هيدا الماث الheadж هون أوكي اتعرفت أم لا المحتويات الماث هل تم استنساخها في داخل المain.cpp هيدا الشي مهم جدا انه يعرفها الcompiler أوكي فاذا الماث defined في داخل cpp بعد هيك شو اللي يروح يروح بالسطر الآخر اللي هو الinclude حيحاول يعمل الinclude لجيومتري which is نفسها اللي في داخل هشو الجيومتري الh اللي هي نفسها الماث h صح اللي في داخل الماث h اللي هي تم تعريفها مسبقا بسطر الأول ما احنا قلنا c++ هيك رح يمشي أول ثاني بيجري الثاني بيلاحظ انه هيدا بيعرف الماث الh اللي هو أصلا موجود ويجاز موجود في المain فبهيك حال المحتويات في داخل هيدا الهيدر حيعمل guard تسكيب انه هيحمي الهيدر وحيعمل سكيب حيعمل هروج هروج يعني خروج وهروب رد ما جيتهم مع بعض صار هروج حيعمل خروج من المحتويات ما رح يعمل هاد بإضافة الهيدر هيدر هيدر هتتأكد انت وحتضمن انه المحتويات الماث .h هي الوحيدة هتكون موجودة في داخل المain هيدا الشي فباك حالة حيكون عندك good form شكل أفضل انه انت تعمل add للهيدر guards للجيومتري .h لأنه لو فيه هون انت فكر لمده بعيد انت عندك تطبيق ممكن الهيدر يكون عندك كتير صح وممكن فيه اشي مشتركة بين الهيدر طب ليه انا اعمل error في C لما انا بضع هيدا اليوم بال C++ او C كذلك هيدا الموضوع كمان بيشمل C أيضا اليوم انا لما اجي اعمل تطبيق كبير جدا بيحتوي هيدر كثيرة ممكن هيدا الهيدر بتعمل import اشي مشتركة بين هون وهيدا الشي هيعمل لي مشكل في المain program فانا حتى احمي نفسي من هيدا الشي في حالة ya math انت عمل provide انت وفرت لي هيدا ال function في داخل المain الجيومتري انت تحقق لو في شي عندك مشترك مع الماث ما فيك تعمل import في داخل المain ما يحتاج استيرادها لانه الماث قام بتوفيرها فانت قم بتوفير توفير الاشي اللي انت بتختص فيها اللي ما موجودة في math بيك حالة حيكون انت عندك processing اقل الميموري اقل وحيكون عندك error سهل انه انت بتتعامل معها بتلاحظ انه الهدف من header guards انه تمنع code file انه يستلم اكتر من نسخة وتضمن انه انت حميت header design design لل header وال header guards هي بتمنع انه انت تعطي ال header file انه تسمح لك include مرة واحدة فقط لمختلف من يعني حتحت وي المين على code مختلفة عن بعض هذا يمنع حدوث مشاكل مثل ما احنا اخذناها اذا كان في عندك functions مستخدمة اكتر من مرة فهيد الشي حيمنع حدوث ها حيمنع من حدوث ها ف اه that's it خلونا نوقف هون انكمل درس القادم مع السلامة